بدأ الناخبون الإيرانيون صباح الجمعة التصويت لتجديد أعضاء مجلس الشورى ومجلس الخبراء في اقتراع مهم جداً لاستمرار سياسة الانفتاح التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني الذي يأمل في تعزيز سلطاته أمام المحافظين وكان المرشد الأعلى علي خامنئي بين أول من أدلوا بأصواتهم لدينا أعداء ينظرون إلى إيران بعين الجشع وينبغي أن ننتخب بذهن متقد وعينين مفتوحتين كي نهزم عدونا وتنظم هذه الانتخابات بعد ستة أسابيع على رفع معظم العقوبات الدولية عن طهران بموجب اتفاق الرابع عشر من تموز يوليو 2015 بين إيران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني ويراهن روحاني على أن يعزز نجاح الاتفاق حجم تمثيل مؤيديه الإصلاحيين والمعتدلين في مجلس الشورى بشكل خاص وهو ما سيساعده في تطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية ولايته في العام 2017 أي مجلس يضم أي تركيبة أكان مجلس الشورى أو مجلس الخبراء سينتخب بالأصوات الحكيمة للشعب سنحترمه والشعب بكامله سيحترم قرار الغالبية ودعي نحو 55 مليون ناخب مسجلين لاختيار 290 عضوا في مجلس الشورى و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال دين مكلفين خصوصا تعيين المرشد الأعلى للجمهورية علما أن المحافظين يهيمنون على المجلسين المنتهية ولايتهما حمان 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 اشتركوا في القناة